موسيقى ثلاثة لا يدخلون الجنة قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يدخلون الجنة أي مع الأولين أن يستحقون العقابة في عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة قبل دخولهم الجنة ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوس ورجلة النساء حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من هذه المعاصي الثلاث قال عليه الصلاة والسلام العاق لوالديه والعقوق هو إيذاء الوالدين أذى شديدا ليس هينا وهذا من أكبر الكبائر نسأل الله تعالى السلامة حتى إذا قال له ما أف هذا من الحرام الذي حذر الله تعالى منه في القرآن الكريم ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما فإذا قول أف للوالدين هذا يؤذيهما لذلك هذا من العقوق هذا فيه إيذاء أذى شديدا ليس هينا قال العاق لوالديه والديوس من هو الديوس الديوس هو الذي يعلم الزنا في أهله ويسكت مع القدرة على النهي يعني إذا كان قادرا أن ينهى أهله عن الزنا وسكت هذا يقال له الدياثة هذه معصية من الكبائر ليس مجرد أن يخرج الإنسان زوجته أو ابنته أو أخته كاشفة الرأس المرأة إذا خرجت كاشفة الرأس بحيث يراها الأجانب هذا حرام لكن زوجها إن أخرجها في هذه الحالة لا يقال عنه ديوس فالدياثة أن يعلم الزنا في أهله ومع القدرة على النهي لا ينهاهم هذا الذي يقال له الديوس هذا الذي ذنبه من الكبائر وأما رجلة النساء التي وردت في هذا الحديث فيراد بها النساء التي يتشبهن بالرجال هؤلاء النسوة التي يتشبهن بالرجال ذنبهن كبير أي بما هو خاص بالرجال كاللباس ونحو ذلك فهذا من أكبر الكبائر وتشبه الرجال بالنساء حرام ولكن تشبه النساء بالرجال أشد إثمها نسأل الله تعالى السلامة قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات من هو القتات؟ النمام الذي يمشي بالنميمة بين المسلمين وقال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي لا يكون كامل الإيمان حين يقع بالزنا وكذلك قال عليه الصلاة والسلام ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن أي لا يكون كامل الإيمان إذا سرق لم ينف عنه النبي عليه الصلاة والسلام أصل الإيمان يعني هذا ليس كافرا وإنما مسلم عاص وكذلك قال عليه الصلاة والسلام ولا يشرب الخمرة حين يشربها وهو مؤمن فإذا النبي عليه الصلاة والسلام لم ينفي عن هؤلاء أصل الإسلام والإيمان وإنما نفى عنهم كمال الإيمان فالمؤمن العاصي الذي مات من غير توبة من أهل الكبائر هو تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه وإن عذب في الآخرة لا بد أن يكون مآله في الآخرة الجنة لأنه لا يخلد في النار من مات على الإسلام اللهم ثبتنا على الإيمان واختم لنا بالحسن يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة